اتهم حلف قبائل حضر موت السلطات في المحافظة بعدم الإفساح عن مصير كميات كبيرة من النفط وفي بيان له قال الحلف إن السلطة تقر بأن كمية وقود الديزل المدعوم المستلمة من بطر بسيلة يومياً هي 920 ألف لتر للمحافظة مضيفاً أن هناك تقارير تشير إلى وجود كمية كبيرة مفقودة لم تعترف بها السلطة أو تفسح عنها رغم أنها جزء من حصة محافظة وأكد الحلف أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الكميات المعترف بها والكمية الفعلية المتاحة ما يثير الأسئلة حول مصيرها وجهة المستفيدة منها اعتقلت الأجهزة الأمنية في المكلة عدداً من النشاطين واقتدتهم إلى مركز أمن بعبود وقالت مصادر محليين قوات أمنية اعتقلت صالح محمد النمر وإدريس خميس بانصيب وأحمد جمال ثابت على خلفية تنظيمهم فعاليات مؤيدة لمطالب حلف قبائل حضرمو ترجمة نانسي قنقر